السلام عليكم و رحمة الله و بركاته انت ازاي تلاقي شغل من غير خبرة لان ت combined because of invest on office لانمن béبال ان شركات لبنا تتعمل بحتي ilmeo انت لازم يكون عندها خبرة وعدم يستعمل تتعلم prowadن لازم يكون عندك م Market عشان نخرج من الدايرة دي. طيب في فرق بداية بين المعلومات والخبرة. الخبرة ان انت تكون اشتغلت في شركة فترة معينة. والمعلومات دي اغلب الناس حصلت عليها ان هي اخدت الكورس ان هي قارت معلومة انها شافت فيديوهات. فده كده اخدت خبرة. في حاجة بقى في النص وهي ان انت ممكن تعمل مشروع خاص بيك مسلا او مسلا تتخيل المشروع وتعمله ان انت تطبق حاجة معينة. في فكرة تجيه لك وتبدأ تشتغل عليها. وتاخد المعلومات دي وتحطها في البرتفوليو. تكون انت مثلا خارجي السنة دي وبتقدم السيفي ومقدم معاه صور للمشروع ان انت عامله وتكتب المشروع ده تخيولي. على سبيل المسال مثلا ممكن تقول انا هعمل مثلا عزة اثبت ان انا بعرف الشغل بالبيم فهعمل نموذج لمبنى مشهور جدا تمام? وطبع مش هعمل مبنى كلهم بس المجسم الخارجي او هعمل بعض الحاجات معينة او تفاصيل معينة عشان اوريهم ان انا اعرف اعمل الحاجة دي وحاول وانت بتختار المشروع ان هو يكون حاجة انت نفسك حاسبت تحدي فيها يعني حاجة اكبر من قدرتك. ما تقولش نعمل فيلا دور وخلاص. لا دي سهل ان تعمل. ابدأ اعمل حاجة تكون انت بتعمل حاجات اول مرة تتشغل فيها بحيث ان انت تتحدى نفسك حاول تشغل مع فريق لان خبرة تشغل مع فريق دي كواسة جدا ممكن كلكم تشغلين يعني مش انت الوحيد اللي بتشغل دفعة بتحتك كلها ممكن تختار اكتر اتنين جديين وتعود تشغل معاهم وتشوفوا ازاي نتبادل معلومات مع بعض وتبدأ تجربه وتعمله مشروع وده حاجة هتفيدك كتير جدا ان انت خدت خبرة عملية واقعية وده هيقوس في بتاعك بدل ما هو نقص الخبرة عملية لا فيه خبرة عملية الا حد ما وتكتب بكل صراحة انا عملت مثلا مشاريع مع كذا 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 ممكن تتفق مع حد ان انت تعمله المشروع ده بسعر منخفض يعني سعر المكتب غير شغل الفرض وتبذل كل جهدك ان انت تسلم المشروع في معاده بالجودة اللي هو عايزها ده هيديك حاجة كويسة ممكن تفق معي حد ان انت تشغل معي الفترة ديت حتى بدون المقابل ده هيديك برضو خبرة كويسة حاول ان انت بعد كده تكتب حاجات على الانترنت تمام معلومة كل انت واسك منها معلومة تعلمتها ده هيفيدك اولا ان انت ما بخالش بالمعلومة ووديتها فهيجيلك هتجيلك معلومة متعرفشه هتجيلك مين تمام هتتعرف ان انا لما بجيلي سي بي والسي بي ده اول مرة هم معرفش حد بالاسم ده بقى منساش على جوجل ممكن يطلع لي مثلا مقالة هوا كتبها ممكن يطلع لي حاجة على لينكت ان فاعرف ان الرجل ده بيشارك المعلومات بيش بيخال بيها يعني الحمدلله كان في كازا واحد من بيما ربيا بعتول ان هم في الانترفيو الرجل الاول ما شاف كله بيما ربيا او انت كتب تابليجات بيما ربيا او شغال او مطاوم مع بيما ربيا فزواد له الدرجات بتاعته او زواد له التأدير بتاعه بسبب حاجة كده تمام فدي حاجة كويسة جدا ان انت تبقى مشارك بالمعلومة لو في اي مكان بيجتمع في الناس اللي شغالة حاول انت تتواصل معاهم مثلا او كاتر مانسين بتقعد معاهم وتعرف على الجباب وتعرف على الناس اللي شغالة هو لما يبقى عارفك ده تبقى حاجة كويسة جدا ان هو مفيش مشكلة ان هو يجيب لك فرصة ان انت تتعمل الترفيوب في الشركة اللي هو شغال فيها لا عيب ولا حرام ودي بش وسطة ان انت تاخد حق حد او تحتاج على حق حد ان ما هو بيجيب لك فرصة ان انت تروح تعمل الترفيوب فدي بتبقى كويسة حاول تتواصل مع الناس اكبر قدري من الناس حاول ان انت ما تبقاش منعزل طول يوم قاعد قدام كمبيوتر لازم تنزل وتحتاج بالناس في مجتمعات كده موقع بيتقابل الناس مثلا ان انت مجال معين مثلا مجال البيم او مجال البرمجة او مجال التعلم لغات فالاحتكاك مع الناس اللي شغالة في المجال ده كويس جدا مسافات خبرة هم بتعرفوا عليه لو في فرصة بقى الشغلة هتعرفها في الاول فحاول ان انت تبقى ناشيت وتحول ان انت تبادر بحل مشاكل الناس تبادر بعمل اي مشروع وتحط تفسير تاعك وربني وفاك ان شاء الله